بسم الله الرحمن الرحيم أنا حمد بن فليس بن عبدالله السناني ولدت ونشأت في حارة سنسلا بولاية صع مسقط رأسي هو مكان بدايتي الفنية والموسيقية وحيث شهدت الأجواء البحرية والثقافية الغنية التي أثرت في مسيرتي الثنية سنسلا هذا المكان الخاص كان يمتزج في صوت البحر وصفير النوارس بأصوات مطارق الوسطيد الخشب وأصوات الشباب الذين كانوا يرتلون تلاوات القرآن كانت هذه البيئة المتنوعة تشكل جزءا كبير من هويتي الثقافية والثنية تعلمت فن العسف على العود بنفسي وتدربت على ضبط إقاعات الموسيقى وسرعان ما اشتهرت بهذه المهارة وأصبحت جزءا لا يتجزأ من فياتي قمت بتدريب العديد من المطربين الموهوبين وشهدت العديد من اللحظات الفنية الرائعة معه رحلت في رحلاتي الفنية إلى العديد من البلدان حيث زرت زنجبار والكويت والهند واستفت من تجاربهم الموسيقية وكلماتهم العميقة كانت هذه الرحلات تمنحني أفكارا جديدة وتفتح أفقا جديدا أمام إبداعي في البحرين التقيت بأصدقائي وزملائي الفنانين وخاصة صديقي سالم الصوي سجلنا سويا العديد من الأغاني التي لا تزال حاضرة في قلوب محبي الموسيقى قدمت العديد من الأعمال الفنية التي أبقت على أثير فنيفين أغاني مثل أفهم يا فهيم والستاء أبو أحمد وياغصن ريان بوعويض يقول وقال الستاء بن محمد تجسدت بصوتي وأصبحت جزءا من التراث الثقافي لعمن في عام الفان وخمس عشر تم تكريمي في مهرجان الأغنية العمانية وهذا التكريم يعني الكثير لي فهو تقدير لمساهمتي في مجال الأغنية العمانية وفخر لي والعائلتي رحلت عن هذا العالم في عام 1986 ورغم مرور الزمن إلا أن غاني وأرثي الفني لا يزالوا يعيشون في قلوب الناس ويستمرون في الهام الأجيال الجديدة من الفنانين أتمنى أن يستمر الفن والموسيقى في أنفاع أمان والعالم وأن يستمر الفنانون الشبان في تطوير هذا التراث الثقافي الغني ودعلي دوزان من فياتم كما فعلت أنا